يسعد صباحكم زميلاتي يسعد صباحكم مشاهدين العزاء أنا موجودة في هذا الصباح في هذا المؤتمر بفضل الجراند بارك مدينة رام الله هذا المؤتمر بتنظيم من اتحاد مقدمي خدمات المياه في فلسطين مؤتمر رابع سيعقد بخصوص المياه سيتم التطرق من خلاله إلى كل شيء جديد ومبتقر في مجال المياه للحديث أكثر عن هذا المؤتمر مشاهدين سعدنا نرحب بيئة المهندس أكرم نصاري سعد صباحكم يسعد صباحكم أختي يعني في البداية نتعرف أكثر على هذا المؤتمر أنت تعلمين أن اتحاد مقدمي خدمات المياه قد تم تأسيسه في عام 2007 وهذا الاتحاد ليس بجديد وأفكاره ليست جديدة إنما هو كان على استمرار السنوات السابقة ونقل الخبرات الدولية إلى الخبرات المحلية وهو جزء من أجل الحفاظ على بيئة آمنة وخدمة مياه صحية صحيحة المؤتمر الرابع يتعلق بموضوع المياه أبرز المحاور التي سيتم نقاشها في هذا المؤتمر هناك عدة جوانب إما في التكنولوجيا الحديثة بالنانو التكنولوجي أو الفاقد أو محطات معالجات الصرف الصحي وإعادة تدويرها واستخدامها لجعل بيئة نظيفة خضراء وأيضا هناك استخدام النظم الجغرافية أو نظام التحكم الآلي لسكادة وهناك عدة مواضيع ممكن تتطرق وتتحدث فيها يعني هنا نشاهد العديد من الحضور إن كانوا حضور محليين أو أجانب نتحدث أكتر عن الحضور في هذا المؤتمر أنت تعلمين أن هناك مقدمين خدمة عددهم يصل إلى 300 مقدم خدمة إما أن يكون مصالح منفصلة مستقلة أو أن تكون هي مقدمة خدمات عبر البلديات التي تقوم بتسويد هذه الخدمة إما بالمياه وأيضا مياه وصرف صحي ولكن ليس هناك عدد ثابت لهذه المؤسسات التي تخدم المواطن والمواطنين ولكن هناك أيضا داعمين ممولين من الخارج وخبراء يأتون دوليين لمساعدة القطاع في تطوير الخدمة داخليا يعني هذا المؤتمر أيضا سيركز أكتر على التحديات التي تواجه قطاع المياه نعرف سادة المشاهدين أكتر بالتحديات التي تواجه هذا القطاع أولا إذا أخذت بشكل فردي كتحديات عدم وصول المياه بالكمية المطلوبة بالحصص المتفق عليها عبر الاتفاقيات الدولية كأسلو أغريمن أو عبر المنظمات الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية التي تحدد أن هناك يجب أن يكون كمية الاستهلاك للفرد هي 135 لتر في اليوم وحاليا يصل كمعدل هو عبارة 65 ل 70 لتر في اليوم في مختلف المناطق الفلسطينية يعني أكتر هذا المؤتمر سيركز أيضا على طرق جديدة ومبتقلة لحل هذه المشاكل التي تواجه قطاع المياه نتحدث عن هذه الطرق وكيف ستتدخل التكنولوجيا في هذا الموضوع أولا الفاقد هو أحد الأسباب الرئيسية بسبب احتراء الشبكات أو عدم القيام بالصيانة اللازمة وهذا يسبب فاقد كبير لمعالجة هذا الفاقد يجب أن يكون هناك شبكات مفصلة بشبكات ضغط منفصلة بمعنى أن هناك براشر زون ويتم تحكم فيها عبرة عددات رئيسية من طرف آخر هناك تكنولوجيا جديدة عبرة الأقمار الصناعية يستطيع أن يجد بدون أي تدخل عبرة أنظمة الجي اي اس والاسكادة وجود الفاقد تحت المستوى الأرض نعم يعني هنا الحضور أيضا ملفط لخبارات أجانب تحدث أكثر عن موضوع تبادل الخبرات نحن نقوم في الاتحاد مقدمي الخدبات تبادل الخبرات الداخلية بين المؤسسات الفلسطينية ولكن مثلا عندنا وجود سلطة مياه ومجاربية لحم لديها أيضا توأمات ومشاركات خارجية يعتبر مهم أن يكون هناك علاقات مشاركة بين المؤسسات المحلية والمؤسسات الدولية أين مهم هذه العلاقات؟ تبادل الخبرات ونقل الكفاءات والتجارب أيضا هو جزء من القضايا حتى المؤسسات الخارجية قد بدأت بمؤسسات ضعيفة جدا وبعد إدخال التكنولوجيا تحسن الوضع نفس ما نعاني في هذه الفترة أيضا يوجد على هامش هذا المؤتمر معرض نتحدث أكتر عن المعرض وماذا سيضم؟ نحن نشجع المواردين الفلسطينيين لذلك ارتأينا أن يكون هناك معرض حتى يتم عرض هذه المواد والتكنولوجيا داخل هذه الأرض المعرض الموجودة هون ونتمنى أن الجميع يستفيد ويتأكد أن هذه التكنولوجيا وصلت لأفكارهم حتى يتم جعلها وتجنيدها في تحسين الشبكات وتحسين الخدمة أيضا يعني اللي بحدث أكتر عن موضوع التكنولوجيا وكيف يمكن أن تساهم هذه التكنولوجيا في حل المشاكل المياه الموجودة في أفنسل؟ كما ذكرت سابقا بأن النظام السكادة التحكم الآلي هو جزء من تحسين التوزيع العادل بين المواطنين والمشتركين وأيضا عندما يكون لديك أنظمة جغرافية إلكترونية تكون مرصودة داخل الشبكات فيتم علاجها بطرق هندسية صحيحة وأيضا معالجة مياه العادمة التي تقلل من موضوع إساءة للبيئة المحيطة وتجعل البيئة نظيفة خضراء يجعل أيضا أن نستفيد من هذه المياه العادمة المعالجة في استخدامها لأمور أخرى كتدويرها وجعلها تستفيد لها في المزرعات وريها وأيضا إلى فائدة أخرى كالسلج النواتج التي تخرج لا تمكن استفادة منها لأمور أخرى كأسمدة الرسالة التي سيحملها هذا المؤتمر الذي سينعقد بعد قليل الرسالة هي الرؤية والمشاركة والتطوير ولكن ندعو جميع المنتفعين وأيضا المؤسسات التي تقوم بخدمة المواطنين في فلسطين لأن تكون أحد أعضاء هذا الاتحاد لأن هذا الاتحاد سيعطي مجال لكل المؤسسات حتى يوجد هناك برامج تدريبية لهم وتطويرهم حسب التكنولوجيا الجديدة نعم بنشكلك على وجودك معنا المهندس أكرام لصار عضو في مجلس إدارة اتحاد مقدمي خدمات المياه الفلسطينية يسعد سبعا شكرا لكم مشاهدين رؤية ابتكار هذه رسالة هذا المؤتمر الذي سيعقد بعد قليل هنا في فندق الجرانبارك في مدينة رامالله وسيتم بطو عبر قناة فلسطين بوباشر إلى هنا مشاهدين أصل نهاية هذه الفقرة أعود إليكم زميلاتي يسعد صباحك يا ميسا وشكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة